كمان أصبح هناك شيء غير مسبوك وهو عملية لجوء بسبب الارتفاع غير المسبوك في درجات الحرارة بسبب الجفاف صار فيه شيء اسمه اللاجئ البيئي بسبب الاحتباس الحراري هل تعتقد أنه حان الوقت لتأخذ منظمات الإغاثة هذا بعين الاعتبار مع التغير البيئي؟ نعم اسمح لي أن أرد بنقطتين أولا أنت محق بالقول أن الأمم المتحدة ليست هي الوحيدة المسؤولة عن حل هذه المشاكل دولة مثلا ذكرناها عندما كنت في برنامجكم في شهر نوفمبر هو الوضع في اليمن الوضع في اليمن اليوم أحسن مما كان عليه في نوفمبر الماضي وهذا يعبر عن أهمية القرارات السياسية وتفعل السياسي الذي حصل محليا وأقليميا ولا أريد أن ينسى ذلك ثانيا طرحتي مسألة أهم حول العلاقة بين التغيير المناخي والاحتياجات الإنسانية وهنا أعتقد بأن الرسالة واضحة القطاع الإنساني والقطاع المناخي لم يقم بعمل جيد لم يعمل معا بشكل جيد ولم تظهر أكثر المجتمعات ضعفا خاصة الجفاف والفيضانات ولم يكن هناك استثمارا كافيا في الإبداع من أجل التكييف نحن سعاداء جدا لأن نجرب أنواع جديدة من أجراءات تعزيز البذور الشمالي في سوريا وهذا نوع من أجراءات التكييف الضرورية في وجه التغيير المناخي ثالثا يجب أن يكون هناك آليات توصيل جديدة كنت أحدث مع البنك الدولي في لبنان يوم أمس حول المؤسسات المالية الدولية وكيف يجب أن تتحرك خارجا عن التعامل فقط مع الحكومات والبنوك المركزية يجب أن تعمل مع المجتمع المدني وقد سرت أنه بعد التفجير للمرفأ بيروت فحصل هناك شارك هاما بين البنك الدولي ولجنة القادة الدولية ونحن بحاجة المزيد من ذلك ولكن أخيرا وبينما نفكر في تمويل الألزمات الإنسانية فيجب أن نفكر بما يسمى التمويل المناخي وهذا العالمين العالم الإنساني والعالم المناخي يجب أن يجتمع معا وتكون علاقة بينهما أقوى المؤتمر الأممي الذي تصدفه أبو ظبي في شهرين نوفمبر وديسمبر هو فرصة مثالية لتحقيق ذلك وفرصة للمنطقة لأن تظهر بأنها تدرك الحاجة لأعمال السياسية وتوجهة سياسية جديدة